ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع وافق المجلس على المخاطط النهائي لمشروع إحياء وتطوير حديقتين الحيوان والأرمان بمحافظة الجيزة حيث يرأي المشروع زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 286 فصيلا وزيادة المناطق الجادبة للزوار من 3 مناطق حاليا إلى 14 منطقة والحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة وخلال الاجتماع أيضا وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على عدد من طلبات تغيير استعملات الأراضي إلى استعمال سكنية خاصة أنها تقع في مناطق سكنية